بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا إن عرض الحلقة العشرة اللي بنحاول من خلالها نتكلم على كيف يبني القرآن الإنسان ويبني حياة الإنسان فيه ولا تعسره إحنا خدنا خمس حلقات إزاي بنا القرآن ذات الإنسان فجعلوا إنسانا ممدودا مكرما أيضا مع المدد والتكريم وكمان هو مع الله سبحانه وتعالى فجعله مدبرا له وجعله ساعيا وجعله محفوظة الوسع ودخلنا على الحلقات اللي فيها الدائرة الأولى الدائرة اللي بيتكلم فيها عن الأسرة فوجدنا يؤسس فينا أن الأسرة قيمة وأعظم قيمة فيها هي الحب ثم هذا الحب يحتاج إلى النضوج ثم هذا النضوج لا يعيش إلا بتطوير طب ما المراد في النهاية تأتي لبنا عجيبة نجدها في قوله تعالى في سورة الأنفال في قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم هذا الجزء من الآية بيأسس فينا معنى كنا لازم نختم به الكلام عن الأسرة إزاي القرآن بيبني فينا الأسرة لازم نفكركم إن احنا قلنا هنا قلنا إن الأسرة قيمة وفيها الرحمة والسكينة والمودة وده بيوصلنا للحب وبيستمر الحب بالنضوج اللي بيخلينا نشوف أهمية التطوير في حياتنا والتطوير بيوصلنا لقيمة النهاردة قيمة بتخلينا نشوف السورة كاملة سورة الأسرة كاملة وهي إن الأسرة رحم إنساني بنولد فيه من جديد وقفة الأسرة رحم إنساني نولد فيه من جديد وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الأسرة رحم إنساني يعني إيه رحم إنساني؟ رحم لتكوين الإنسان علشان يعيش في العالم كله مش عشان يعيش في الأسرة الضيقة بس ولذلك خليني أوضح لكم إن أول جزء من العالم بيقبله الإنسان هي الأسرة وكأن الأسرة هي العالم الأول لهذا الإنسان فبيتعرف على الأعلم كله بيتعرف عن الإنسانية كلها من خلال الأسرة ولذلك والله لن تستقيم حياة الإنسانية إلا بصلاح الأسرة وبالحفاظ على الأسرة وكل الدعاوة اللي إحنا بنشوفها عشان نقود الأسرة ده خطر على البشر كلهم ولذلك وأولو الأرحامي بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فالإنسان هنا في الأسرة بيبقى في الرحم إلا يفضل يتغذى فيها عشان يخرج إنسان مولود جديد مولود إنساني يستطيع أنه يتعامل مع البشر وجاهز للعيش المشترك مع كل المخلوقات مع كل الناس هناك أدوار لن تستطيع أن تقوم بها أي مؤسسة غير الأسرة والأسرة لما تتوقف عن ده بدأنا نعاني زي بناء القدرات والمهارات للشخص نفسه الاستثمار لا يكون في الفردانية اللي إحنا عايشينه دلوقتي إحنا عديد البشر الآن محدش يزعل أنا بقول لكم الحقيقة نحن نستثمر في الفردانية وإنما الاستثمار الحقيقي للبشر هو في الأسرة الأسرة لما توقفت عن القيام بدورها كرحم إنساني بيولد موليد إنسانية جديدة إيه اللي حاصل؟ الإنسان توحش توحش ليه؟ ليه توحش الإنسان؟ توحش الإنسان لأنه هو لا يتكون التكون الطبيعي اللي ربنا ارتضاه لما قال وأقولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ولما حضرة النبي علمنا كلكم لآدم وآدم من تراب فعرفنا إن إحنا أسرة إنسانية كبيرة بس لازم إن إنسان يتأسس في أسرته الأصلية عارفين أنا عضو في لجنة الأسر البديلة أهم حاجة بنبقى حارسين عليها إن إحنا نخلي الأطفال كريم النسب نوفر لهم أسرة لإن إحنا اللي إحنا في منها إن المسلحة الفضلة للطفل إنه هو يكون في أسرة عشان يخرج إنسان من رحم إنسانية طبيعية لما بيفقد الإنسان أسرته أكبر احتمال ممكن يقبله هو إنه يتحول إلى كائن متوحش العالم لو حد بيقول إنه بيضيع علشان خطر الشزوز والتفكك الأسري فلازم نرجع الأسرة كمان عشان كده النهاردة هنقف في الجزء العاشر مع الآية رقم 95 من سورة الأنفال وقولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم وعشان كده لما ربنا خلى الأسرة رحم إنساني فهو عليم بكل شيء عليم بدور الأسرة طيب هي إيه الأرحام ذكرت في سورة في سورة أخرى الله صعد الله قال قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اخترفتموها وتجارة تخشون خسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسولي وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إيه اللي حاصل كل ده بيسمعنا إن في حاجة اسمها الجماعة الإنسانية الأولى وهي الأسرة كلنا سمعنا المثل اللي بيقول اللي مالوش خير في أهله مالوش خير في حد أيوة لأن الخير بيبتدي في الأسرة والأهل دول هم اللي تم ذكرهم في الآية الكريمة طب ليه بنقول المثل ده لأن الأسرة والأهل دول هم الرحم اللي بنخرج منه للحياة فلو كنا برين بيهم وبنحسن إليهم عن كون وصلنا للميلاد الإنساني اللي بنعيش فيه بالقيم اللي تعلمناها وعشنا بيها مع الأسرة فنبقى فعلا جاهزين أن نعيش بيها مع الإنسانية كلها أي حد عايز يهتم بالعيش المشترك وبالتنوع لازم يهتم بالأسرة ولذلك أولى الناس بحسن المعاملة هم أسرتك فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك يعني الأسرة والأم دي رمز الرحم اللي منها سلة الأرحام كلها فلو كنت عايز تحسن تحس بالناس وتحسن علاقة الناس ببعض أو تحسن جودة الإنسان فلابد أن احنا نبدأ بالأسرة بالأب والأم الأسرة هي النموذج المصغر من المجتمع والإنسانية فلو نجحت في العيش بالقيم معاهم هتنجح في العيش بالقيم مع الإنسانية كلها فشفنا لما الأولاد بيتربوا على احترام الأب والأم ويشوفوا أمهم بتحترم أبوهم والعكس صحيح بيطلعوا أشخاص أسوياء عارفين قيمة الأمرأة وبيحترموها وعارفين قيمة الرجل وبيحترموه وتلاقي الزواج بعد كده اللي هيحصل مع الأولاد دولة يطلع زواج ناحية فالأسرة لابنة أساسية في المجتمع ولذلك لازم ببساطة خالص يبقى عندنا جملة من الإجراءات من خلالها نستطيع أن احنا نرجع الأسرة أن هي تساهم باعتبارها رحم إنساني في ميلاد الإنسان من جديد أول حاجة لازم الأسرة ترجع تحترم ويعاد لها أدوارها ولازم بشكل واضح يحصل تأهيل للمتزوجين ولازم يبقى فيه رعاية وبرامج لتأهيل الأسري في كل خمس سنين على الأقل لازم الناس تتأهل الأمر الثاني كل يوم إحنا عايزين نعلم الأسر يبقى عندهم حاجة اسمها التطوع المباشر والمستمر لازم يبقى فيه خدمة مسعدة لأهل البيت وللناس وتالت حاجة لازم نبدأ في رمضان نعمل سنة حسنة وهي زيارة زيارة لدول الأيتام والمسنين عشان نعلم أولادنا إزاي يبقى لهم دور مجتمعي وإزاي الأسرة تاخدهم إلى هذه الأدوار كمان فيه إجراءة مهمة جدا لازم نشارك أهل بيتنا فيه تحضير أشياء بسيطة تدخل السرور على الناس في الشارع على الناس في البيت على الناس في العمارة ودوت عايخليهم يتجدد فيهم مفهوم دور الأسرة في الحياة ودوت لو حصل الناس عايحسوا بأن هم مزالت الأسرة بتقوم بأدوارها عن كم الباقي أدوار الأسرة وإزاي الأدرة الأسرة تسترد مركزيتها في المجتمع ومركزيتها في الحياة الإنسانية وكمان نتلقى أسئلتكم ولكن ده كله عايكون بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيس بوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ويظل جسر ممدود بنا يخلي مجالس العلم دايماً تنور قلوبنا وتوصلنا بالباري سبحانه وتعالى احنا النهاردة كنا مع الآية 75 اللي بنتكلم فيها من سورة الأنفال اللي بنتكلم فيها عن قيمة مهمة جداً وهي قيمة قيمة ماذا؟ قيمة أن الأسرة رحم إنساني يصل بنا إلى الميلاد الإنساني اللي فيه الإنسان يستطيع أنه يعيش بهذا مع كل البشر مع كل الكائنات ودوت لأن الله سبحانه وتعالى قال وقولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله احنا لازم نفهم أن ده مهم جداً مهم أن البشر يعيده تقدير واحترام الأسرة باعتبارها هي الرحم الإنساني لازم نقول حاجة مهمة جداً 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 إذا كنا عايزين البشر يفضلوا في حياة وتستمر الحياة مستقرة لابد أن نحافظ على الأسرة احنا عارفين أن في بعض الدول بسبب أن الأسر ما بقتش موجودة في بعض الدول قالوا أن بعد تسعين سنة الدول دي هتختفي وهي دول من الدول الكبرى في العالم ليه؟ لأن الأسرة ما بقتش لها نفس المكانة اللي احنا لابد أن احنا نجعلها فيها احنا قلنا أن الأسرة لازم تكون بشكل واضح لازم ترجع الأسرة مرة تانية لأدوارها في الحياة وعشان ترجع الأسرة لأدوارها في الحياة لازم نأهل الناس لتكوين الأسر ولازم كمان نأهل الأسر نفسهم عشان يعرفوا قيم وأدوار الأسرة في المجتمع لازم كمان في إجراءات بسيطة أن احنا نعمل خدمات مساعدة للناس نجتمع الأسرة عشان تعمل الخدمات دي وياريت نبتدي بالخدمات دي بأهلنا كمان في رمضان لو سماء لسلام لو نعمل سنة حسنة أن احنا نزور كل الناس اللي محتاجين الناس تلتحم بهم ويحسوا أنهم ما فقدوش أسرهم زي الأيتام وزي المسنين ده كمان هيبين دور حقيقي للأسرة من كان عنده فضل أسرة فليعود على ما لا أسرة له على الأيتام وعلى المسنين اللي هم في الحقيقة مفقمس الحاجة لأدوار الأسرة معهم كمان لازم نعمل شوية مجهودات وبعض الأمور مع أسرتنا عشان يبان أن احنا كمان مش عايشين في نعزال لكن نخرج كمان لمساحة الشارع ونقدم حاجات في الإفطار ولو كانت بسيطة والناس تحس بدور الأسرة ده أنا عايز أقول لكم وإحنا بنختم الكلام عن الأسرة لازم نقول الأسرة قيمة مجتمعية عليا وفي نفس الوقت الحب قيمة مركزية في هذه المؤسسة هذه القيمة هي التي تدير المؤسسة وتسيطل على كل أفعال هذه المؤسسة اللي هي مؤسسة الأسرة وهذه المؤسسة لابد أن هي تكون بدون النضوج هي لن تستطيع أن تكون فعالة لكن في نفس الوقت إذا أردنا أنها تستمر في أدوارها المجتمعية لازم تتطور وفي النهاية أن أصل للهدف الأسمى لنا أن تظل الأسرة رحم إنساني بيوصل الناس إلى ميلاد للإنسانية في حالة شيخوخة الإنسانية التي نعيشها إذا كنتم شايفين تغيرات كتيرة في الحياة التي نعيشها فلازم يبقى فيه تغيير أساسي بأن تعود الأسرة مرة ثانية لدرها في حياتنا شكرا